مرحبا عندما يبحث الزائر عن شيء غير موجود في الموقع ستظر له الصفحة غير موجودة قلت لكم في السابق ان كتابة الصفحة غير موجودة فقط هذا شيء غير مفيد علينا ان نضع شريط بحث يمكنه للزائر ان يبحث عن الشيء الذي يبحث عنه فبكل بساطة سنتهب الان الى صفحة 404 التي قمنا بانشائها وسأدنى page not found سأقوم بفتح tag V3 واغلاقه وهنا سأقوم بكتابة get search form وفاصلة من قدر بهذا الشكل والتحديث وأذهب للموقع سأجد ان ظهر لي شريط البحث فاذا قمت بالبحث عن article ستظهر لي المقالات التي تحقق هذا المصطلح البحث فاذا قمت بالبحث عن شيء اخر مثلا tag 1 لن يظهر لي اي منشورات لان لا يوجد منشورات تطبع لهذا نتيجة البحث مثلا اذا قمت بالتكتابة tag 2 مثلا نفس الموضوع tag 3 لا يوجد فهلو وورد هلو وورد مثلا ستظهر لي مقالة هلو وورد فاذا جيد جدا فمرة اخرى ما شيء الذي يتم تحميله هنا لعرض نتائج البحث يتم تحميل ملف الاندكس لانه ليس لدي ملف خاص لنتائج البحث في هذه الصورة يظهر لنا الملفات او التامبلت التي سيتم عرضها للزائر في حال طلب شيء ما من هذا الموقع فمثلا هنا يقول اذا قام الزائر بالطلب نتائج البحث كما يبدو هنا اذا طلب نتائج البحث فسيتم تحميل ما يوجد في ملف search.php اذا لم يكن هذا الملف موجود فسيتم تحميل ملف اندكس هنا ايضا مثلا اذا قام الزائر بطلب صفحة غير موجودة 404 فسيتم تحميل النتائج او الشيء الموجود بصفحة 404.php اذا لم تكن موجودة سيتم تحميل ماذا يوجد في صفحة او ما يوجد في صفحة اندكس فاذا جيد جدا فاذا اردت مثلا تخصيص نتائج البحث علي ان اقوم بانشاء ملف اسمه search.php فضعوني اقوم بانشاءه فهنا سنذهب لملفات القالب وسأقوم بكتابة search.php ستركها فارغة اذهب للموقع هنا وتحديث ستظهر لي صفحة فارغة فمرة اخرى اذا اردت ان اقوم ب يعني ادراج اشياء فيها تعال ان اقوم نغلق بصفحات هنا كثيرة لدينا هنا فصفحة الاندكس ها هي صفحة الاندكس انا ابحث عنها وهي موجودة هنا فسأقوم بلسق ماذا يوجد بصفحة الاندكس هنا بهذا الشكل وهنا سأقوم بمسح مثلا سأقوم بكتابة مثلا نتائج البحث الخاص بك جيد بهذا الشكل وعندما نقول ان اذا لم يكن هناك نتائج نقول يعني بدلا ان نقول لا يوجد منشورات لان اختيارنا لهذه الجمل يعني تكون مفيدة اكثر للزائر وتؤثر على تجربة الزائر فاذا كتبنا جملة لها معنى فهي ستكون مفيدة فاذا هنا سيقول مثلا هلو ورد فدعونا نذهب مرة اخرى ونقوم بذهب لصفحة غير موجودة ونبحث مثلا ونقوم بإضافة ونقوم بإضافة وضعناه ب404 ونقوم بإضافته للهيدر للموقع وهنا فضع الموقع لقوم بإضافة أن نقوم بإنشاء صفحة في موقع ورد بريس تكون صفحة لها قالب مخصص ليست كالصفحات الاعتيادية نحن في السابق قمنا بإنشاء صفحة اسمها page.php هنا وهذا هي أي صفحة تقوم بإنشائها من هنا وسيتم عرض ما بداخل هذا التامبليت فيها لكن إذا أردنا أن نقوم بإنشاء صفحة مخصصة تكون مثلا صفحة ليس فيها مثلا sidebar أو صفحة ليس مثلا صفحة تكون مخصصة لشيء معين مثلا مثلا صفحة من نحن أن ننشأ تامبليت خاص لصفحة من نحن أو about us أو about me أو مثلا صفحة خاصة للконتاكت أو التواصل معنا فبهذه الحالة يمكننا أن نقوم بالتالي فالآن سأقوم بإنشاء ملف جديد في القالب سأسميه page و dash about us مثلا جيد dot php وبداخل هذا الملف شاهدوا ماذا سأكتب سأقوم بداية علي أن أفتح tag php كالعادة جيد فهنا سأقوم بفتح تعليق بسيط في php وبداخل هذا التعليق سأقوم بكتابة template name ثم هنا سأقوم بكتابة اسم هذا التامبليت اسمه مثلا about us بهذا الشكل جيد وهنا سأقوم بكتابة خارج tag php سأقوم بكتابة this is about us template جيد الآن سأعود للواجهة الأمامية الخلفية للموقع هنا أقوم بإنشاء صفحة جديدة وهذه الصفحة ستكون مثلا اسمها who are we مثلا who are we and في خصائص الصفحة هنا فبدلا أن نختار القالب الافتراضي يمكننا اختيار about us هذه about us هي نفسها التي قمنا بكتابتها هنا جيد فدعونا نقوم بذلك فسأقوم بكتابة اختيار about us ونشر ونشر الآن إذا عدت لعرض الصفحة مشاهدت الصفحة سأجد مكتوب فيها this is about us page or this is about us فالآن سأقوم بنسخ ما بداخل صفحة الاندكس جيد ثم سأذهب إلى صفحة الاندكس هنا وسأقوم بنسخها هنا في هذا الشكل وبعد ذلك هنا سأقول مثلا H2 ستكون مثلا about us page وسأقوم بإلغاء وجود sidebar في هذا التامبليت لا أريد sidebar الفكرة أيضا هنا طبعا سأريكم النتيجة قبل أن أقول لكم الفكرة تحديث وهنا ظهرت about us page ظهرت title هنا ولا يوجد محتوى فلم يظهر المحتوى لكن أيضا لا ننسى أن نقوم بمسح هنا tags والcategories من هذه الصفحة وأيضا نقوم بوضع content بدلا من المقططف بهذا الشكل في مرة أخرى نعود جيد جدا هكذا يبدو بشكل أفضل الموضوع الثاني هو أنني الآن قمت بإضافة section هنا اسمه مثلا about us page وهنا لدينا title لهذه الصفحة والtitle يعني هو تقريبا نفس فكرة about us page فلماذا لا يكون لدي هنا اسم section ويكون هنا أيضا لتايتل هذه الأمور يجب أن أقوم بحلها في الفيديوهات القادمة يجب أن أجعل قالب يبدو أكثر احترافية من وجود مثل هذا التكرار ووجود مثل العناوين المكررة يعني مرة أخرى أذكركم بالمشكلة السابقة التي طرحتها أن في الهيدل لدي أنا H1 وهو عنوان الموقع وأيضا كل الصفحة من صفحات الموقع لم يكن اسم هذه الصفحة وعنوان هذه الصفحة وعنوان هذه الصفحة وعنوان هذه منشور H1 هذه مشكلة يجب أن أقوم بحلها أيضا هذا كله الفيديو اليوم وألقاكم لاحقا